والتعادل امبارح مع سانداونز وكيف رأيت هذه المباراة؟ طب ما نبدأ بالمنتخب شواء عشان عايز اتكلم عن المتخب متخب؟ اه متخب مصر؟ متخب الشباب هنكون احنا نتكلم بس ماشي اه يعني عشان بس زي ما حرك عايز دي كده كده هنتكلم عن كل هذه موضوع مهم اه وما يهمش الاهلوية بس يهم مصر كلها طبعا فالحقيقة انا شايف الناس زعلانة ومدقيقة لهم حق وكل حاجة بس انا شايف انه مش مستغرب طبيعي مش مستغرب اه مش مستغرب يعني يعني احنا قبل البطولة ولما شوفنا القرعة بتاعتنا وشوفنا كمان المجبوعة بتاعتنا صحيح ما كناش نتخيل ان احنا حتى ما نوصلش صحيح لاحسن توالد صحيح يعني كن احنا ايه دايسين في الحتة دي انه لا فيه عندنا امل برضو في الحتة دي انما انك تطلع بره البطولة اللي موجودة على ارضك بتنظمها وتطلع بالشكل الوحش قوي ده صح ممكن تعمل نتايج بس ما تبقاش بالشكل ده ما تبقاش بالطريقة دي ليه انا بقولك نبدأ بموضوع المنتخب لان المنتخب ده بالنسبة لي انا شخصيا بيمثل يعني حزن كبير شوية له لان انا كان لدي شرف ان انا كنت من ضمن مجموعة منتخب مصر للشباب النفس السن ده اول منتخب مصري ياخد كاس افريقيا اولعب كاس على محتمين وكنا بعلل امكانيات فكان نفسك بقى وكان نفسي طبعا اشوف الفرقة دي تبقى موجودة في طبعا اللي بالك هم اتحاد كرة القدم وجهت نظر يعني اتحاد كرة القدم ظلم هذا الجيل من اللاعبين وظلم كابتن محمود جابر لانه في الاخر ماشي كابتن محمود كويس وكل حاجة وشخص محترم وكل حاجة ولكن لا يتناسب مع المنتخب بس بمطالبة صار هي الفكرة ان انت لما بتجي تختار ما بتختارش مدرب وخلاص حتى وان كان كويس انت بتختار اتحاد كابتن محمود جابر شخصية محترم طب يا جماعة انا مش راح اخطب بنته بالضبط طبعا طبعا لكن هو محمود جابر صاحبنا وزميلنا وحاجة كان عشرة عمر يعني طبعا طبعا لكن انا بتكلم هنا في هذا البرنامج انا لازم او لما اطلع الشاشة لازم اتكلم بمنتهى الصراحة انا عشرة واسلام في النادي الاهلي كان معانا في الاشبال وراجل محترم وعشرته في الاسماعيل الفترة اللي كنت فيها يعني راجل كويس او انا احنا بتكلم بروفيشنال بنتكلم فنيا مش اي مدرب حتى وان كان كويس يصلح للسن ده صحيح كل مدرب بيبقى عنده تخصص في حتة معينة فيه ناس تخصصها في البراعم فيه ناس تخصصها في الناشئين طول عمره او طول حياته بيدرب ناشئين بس فيه واحد بيدرب درجة اولى فهو التخصص كان مطلوب عدنا المرحلة دي وتم الاختيار طب انت عملت ايه لمحمود جابر عشان يعني يوصل للمرحلة دي ده انت يا راجل ما عملتش دعاية كويسة للبطولة دي اللي على ارضك الوحيد وانا فاكر وقال وسألت يا جماعة هو مين المسؤول عن هذه البطولة عشان اتكلم معاه انا فاكر كنت معاك انا في الحلقة دي عشان اتكلم معاه اسأله واقول له اقول ايه وقلت احنا بنقول دلوقت يا جماعة للمصيرين كلهم ان في بطولة هتتلاقب عندنا بعد تقريبا كان يمكن تلات اسابيع قبل تلات اسابيع او حاجة ازا كده شهر يعني فتخيل انت قناة النادي الاهلي بس هي اللي نوهت عن الموضوع ده على قد ما تقدر انما فين القنوات التانية فين الاتحاد فين المركز الاعلام بتاع الاتحاد فين الدعم اللي عملته للمنتخب ده عشان يعني تزود الجماهير انك تعمل دعاية كبيرة جدا جدا تعرف الناس باللعيبة دي عشان يبتدي الناس ترتبط باللعيبة وتروح تتفرج عملت ايه عشان تزود مثلا اعداد الجماهير في بطولة صعبة زي دي يعني في حاجات كتيرة تتعمل بل بالعكس ان انت يعني قبل المطشي الاخير انت بتقول لا انا مليش دعوة يعني انا مليش دعوة ايا كان ما هي دي مشكلة المنتخب ده اسلام او اي منتخب في مصر هو وليد الصدفة تعالى دور على القاعدة بتاعة الناشئين لوصلت اللعيبة للمرحلة دي السيستم بتاع الكرة المصرية او المزام هذا الجيل من اللاعبين عندونا مجموعة لعيبة كويسة تيقلي اللي انا شفته بس ما شفتش جملة مسلا ما شفتش طريقة لعبة معينة معرفش يمكن ما خدوش برضو الاعداد الكافي احنا عندنا حتى المسابقات اللي في الاعمار السنية دي المسابقات الجمهورية ضعيفة لان انت بتفتقد عناصر اللعبة اه في لعبة موهوبة بس اللعيب مش هو الاساس في كل حاجة انت عندك ملاعب عندك سيستم عندك بطولات توصلهم للمرحلة دي عندك مدربين عندك كذا 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 انت بقى لك كم سنة ما عملتش رخص للتدريب ومهتمتش بالمدربين يعني في عناصر كتيرة جدا جدا قدت للقصة دي انت ايه المشروع اللي عملته عشان الفين وثلاثة ده ياخد بطولة وانت عارف ان البطولة دي من امتى انك هتلعبها وتتلعب في مصر ايه اللي خططته بلاش بعد اللي المشكلة ما حصلت انت النهاردة عملت ايه ايه اللي انت بتفكر يعني انت ايه اللي بتفكر فيك عادة برضو على فكرة الاتحادات ومش الاتحاد ده بالتحديد انت هيعمل ايه اصل هو هيعمل ايه؟ هيجي يقولك احنا مشينا محمود جابر ومشينا اللعيبة وصرحنا المنطلبة لا القصة دي مهنا ده اللي هيحصل ده اللي هيحصل بس انا اقصد بقى انت تعال اقول انا السن ده ما كده كده مشيه كده كده بتصرحين هي دي المشكلة هي دي المشكلة